بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم العملة اللي هي خمسين جنيه فاروق الاصدار التالت العملة دي نادرة وجميلة ونعرف الاماكن والبيع والعرض ومزادات وتخش ازاي وتبيع كل شيء ركز في الفيديو ما تفوتش في حاجة عشان تستفيد وتعرف تبيع ازاي ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هنعرف كل شيء نبيع العملات كلها الورقية والمعدنية وكل العملات اللي معك واي شيء قديم جديد هتبيعه على المواقع والجربات اللي انا هقول لك عليها العملة ديتها تشتهر بخمسين جنيه فاروق صدرت بتاريخ واحد حداشر واحد حداشر الف وتسعمية تسعة واربعين تمام طيب وقع لها مين وقع لها ليس روس ليس روس واحمد زاكي سعد بعدد اربع بريفكسات كل اه من هما وقع على اه اتنين بريفكس تمام وقع ليس روس على اي اف واحد اي اف واحد اه في يوم بالزبط واحد حداشر الف وتسعمية واربعين واي اف اتنين يوم اتنين حداشر الف وتسعمية واربعين طيب وقع احمد زاكي سعد يوم خمسة خمسة الف وتسعمية واربعین واحد وخمسين اه جي طيب اه العملات دي شوف بنعرف كل شيء فيها حتى اليوم يا جماعة عملة ده جماعة آآ سعرها ممكن يبدأ مسلا من ايه ممكن يبدأ من خمسمائة جنيه ستمائة جنيه ده لو ايه ده هو مقطوعة متبهدلة كده يعني لانه عملة نادرة طبعا عملة جميلة تعمل فلوس كتيم آآ طيب توصل لك بتوصل يا جماعة على حد تلاتين الف جنيه وربعين الف جنيه واكتر كمان لو هي بحالة الانصر الانصر يا جماعة والانصر ده طبعا زي ما احنا عارفين برجع لي كم سبب يعني لازم تكون لعملة متوفرة مثلا خمسين جنيه لما تكون عليها كتابة غير ما تكونش عليها كتابة ما تكون مقطوعة غير ما تكونش مقطوعة تمام صح ولا لا الحواف بتاعها سليمة غير ما تكون حواف بتاعها مسليم مزبوطة لا لا فطبعا كل ما تقل لي طبعا ويتبقى نظيفة جدا وتبقى يعني زي ما تقول طلعا من البنك كل ما تقل لي خالص يا جماعة بتوصل لحد آآ بص يعني هنقول ممكن توصل لتلاتين الف جنيه ربعين الف جنيه وممكن توصل خمسين الف اكتر من كده كمان بكتير. ولازم العملة تكون حالة انصر. لان حالة الانصر بتزاول العملة خمسة عشرين تلاتين في المية. انما لما تكون كده بتقل كتير. واحنا قلنا دايما نحافظ على العملات الورقية. عشنا نعرف نبيع دلوقتي ونعرف كل شيء في الفيديو دهوت على اساس تعرف تبيع ازاي على الاماكن ده هقول لك علىها والكلام من ده ما تعرضش اسعار ما تعرضش حاجة. اعرض بس عملتك اعرض حاجتك القديمة كلها اي حاجة عندك. اعرض على السؤول مفتوح على بابا كان بكام اسواق اوليكس امازون دي المواقع اللي هتعرض عليها. وصدقني الناس بيتبيع عليه. ممكن تنزل اسواق سؤال ديانة بجوار سينيوه ديانة كل يوم سابت الاسكندراكا في الصيام محطة مصر كل يوم اربع في فطلقة في المنصورة في الشيخ حسن في فوسط البلد في مصر. لو انت مش من الاماكن دي اكتب في جوجل اسم شركة فوسط للشحنة واجي بحري. ولو واجي ايه بل اكتب شركة رابطل للشحنة وفي جروب فكتوريا جميل جدا لعملات الندرة والتسكرية الندرة والطابع ايضا وفي جروبين تانية للتقييم والبيع المباشر والمازادات بالجميل بتاع.